بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلا بكم في حالة جديدة من المطش لآخر أيام الأسبوع الرياضي لمدة ساعتين هنتابع كالعادة كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا بإذن الله وإكسترا تايم جديد في يورو 2020 للمرة رقم 7 في الأدوار الإقصائية بداية من دور 16 وحتى وصلنا إلى السيمي فاينال إمبارح إسبانيا وإيطاليا وصلا وحتى ركلات الترجيح وإيطاليا نجحت في العبور من بوابة إسبانيا اللي خرجت بشرف لكنها خرجت وإيطاليا منتظرة في النهائي إنجلترا ولا الدنمارك بشاور كده لأن الشاشة جنبي وأنا شايف بطار في عناية اللي بيحصل والإكسترا تايم دلوقتي شغال الشوت الإضافي الأول بل وضربت جزاء محتسبة لمنتخب إنجلترا اللي نجحوا في أن هم يتعدلوا بعد تقدم مفاجئ لمنتخب الدنمارك عن طريق دامشجارد وبعد كده هدف عكسي للقائد سيمون كاير لكن دلوقتي بعد اللجوء إلى وقت إضافي هاري كين داخل وبيشوت وشمايكل كاسبر شمايكل بينجح في التصدي إليها كاسبر شمايكل عمل مباراة مرعبة مرعبة بعد ما صدها اتردت ونجح في تسجيلها منتخب إنجلترا ماذا يسجل؟ هقولكم حالا لكن على أي حال النتيجة دلوقتي هاري كين عمل فوله لضرب الجزاء شطها وصدها كاسبر شمايكل فبيتقدم منتخب إنجلترا على منتخب الدنمارك بنتيجة اتنين مقابل هدف واحد في أشط الأول الإضافي من نصف نهائي يورو 2020 هل إنجلترا بتقترب؟ هي بتقترب ولكن لا تضمن منتخب الدنمارك اللي محاق نتائج كبيرة أو الحد دلوقتي وصل بيها للمحطة دي هو حامل لقب سنة 92 أما إنجلترا فبتبحث عن أول بطولة في تاريخها على مستوى اليورو وضرب الجزاء أهدرت لكن نفس اللعب اللي أهدرها سجلها هاري كين علشان تبقى نتيجة اتنين واحد لمنتخب إنجلترا طيب هنتبع أكيد خلال الدقيق اللي جاية النصف ساعة كاملة وإذا احتكمنا ربما إلى ركلات ترجيح جديدة هنكون متابعينها زي ما تبعنا مبارح مباراة إيطاليا وإسبانيا ده فيما يخص اليورو أما فيما يخص الكوبا أمريكا فإنجلترا هنا في اليورو أما إن منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا فنجح في أنه يعدي من منتخب كولومبيا بشق الأنفس وميسي متمسك كل التمسك بفرصة قد تكون من الفرص الأوليلة المتبقية لي أنه يتوج ببطولة دولية مع منتخب الأرجنتين تقدم منتخب الأرجنتين بقى أقرب الدقيقة ستين تعادل لمنتخب كولومبيا تعادل ركلات ترجيح لكن إمليانو مارتنيس بينجح فيه أنه يتصدى لتلت ركلات ترجيح فبعد ما استفز لعيبة كولومبيا وعرف يستفزهم وميسي كمان قاعد يستفزهم من وراء ويقول لهم أرقص يا ياري مينا زميله السابق في برشلونة هو بيسخر منه بعد مضيع فتأهل ميسي لمواجهة نايمار الأرجنتين في مواجهة البرازيل صاحب الأرض في كوبا أمريكا عندنا نقاش كمان عن هذا الأمر في حلقة النهاردة أما على المستوى المحلي فالأهلي بيصل إلى محطة جديدة من محطات البحث عن اللحاق بالزمالك وربما العبور كمان فوق ترتيب الزمالك على مستوى جدول الدوري المصري الممتاز وإحنا في ليلة مباراة جديدة هي مباراة الأهلي مع المقاولون العرب الباحث والآخر عن انتصار عشان يهدي أعصابه من موسم صعب جدا وادع في بدايته الكنفدرالية وبيحاول في نهايته أنه ما يودعش الدوري المصري الممتاز وإن كان أكيد أفضل حالة من من هم أسفل منه في جدول الترتيب لكن عندنا نقاش مهم جدا عن الشناوي المضطر للمشاركة غدا في مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب أما على مستوى الزمالك فالنهاردة ينورنا ضيف كريم من المسؤولين داخل نادي الزمالك وهو عضو اللجنة المديرة حالية لنادي الزمالك الدكتور حسام المندوه في الفقرة السنية من فقرات الحوار وقبلها الشرقية للدخان اللي صعد لأول مرة في تاريخه للدوري المصري الممتاز معانا حارس مرمى ومعانا هداف الفريق محمد حسن وإسلام أنور هيك نورونا وهنتكلم معهم كمان في كيف يستعد الفريق لدوري مختلف تماما عن الدوري اللي صعدوا منه إلى الدوري الممتاز كل ده في حالتنا النهاردة من المطش بعض الفاصل السريع جدا هليكم موجودين معانا أهلا بكم مرة تانية في المطش الشرط الأول الإضافي أوشك على الانتهاء ثواني بتفصلنا عن نهاية الشرط الأول وبالتالي 15 دي متبقية أمام منتخب الدينميرك للرد على هدف تقدم بمنتخب إنجلترا اللي ما استقبلش إلا هدف واحد بس طول البطولة هو الهدف اللي جي في مرماهم في الشرط الأول من مواجهة اليوم لكن إنجلترا قاعد يقول لها ما وجهتوش فرق كبيرة تمام ما استقبلتوش فرق تسجل في مرماكم فما شفناش رد فعلكم النهاردة شفنا رد فعل إنجلترا أحد أبرز المرشحين من بداية البطولة للفوز باللقب وبيحاول يضرب موعدا مع منتخب إيطاليا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بإذن الله هنتبع معاكم اللي بيحصل في ربع ساعة المتبقية أما مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب في جولة جديدة من جولات الدوري المصري الممتاز مهمة جدا بالنسبة للفريقين الأهلي بعد عودة كاسحة للانتصارات على سموحة في الجولة اللي فاتت بعد تعادل قبلي أمام بيرامدز بهدف متأخر جدا يبقى بطل المباراة السابقة واللي قبلها محمد الشناوي ويبدو إنه هيكون بطل مباراة الغد مباراة بيرامدز أخطأ خطأا فادحا في المباراة التالية شارك مصابا لمدة 45 دقيقة فترك المجال لعلي لطفي للمشاركة في 45 دقيقة أخرى ولكن إصابة علي لطفي بعدها بيومين امبارح تحديدا النهاردة بيتأكد عدم قدرته على اللحاق بمواجهة الغد عشان اللاعب اللي حاولوا يريحوه 45 دقيقة فيدو للتاني 45 دقيقة يشوف بها أجواء المباراة فينفع يلعب ماتش المقولين بقى مضطر الشناوي أن يلعب من جديد مواجهة الغد دعنا نستعرض قائمة الأهلي لمواجهة المقاولين العرب بعد كده نقول لكم تفاصيل مشاركة الشناوي غدا مضطرا في مواجهة الأهلي أمام المقاولين العرب قائمة بيتسو موسماني كالتالي في حرصة المرمى محمد الشناوي مصطفى شبير والصاعد إلى القائمة حمزة علاء خط الدفاع محمود وحيد رامي ربيعة ياسر إبراهيم أيمن أشرف بيعود بدر بنون بعد الغياب عن مواجهة سموحة محمد هاني وعلي معلول خط الوسط حمدي فتحي أليو ديانج أكرم توفيق محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر محمود كهربا حسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف صلاح محسن وولتر بواليا وجونيور أجاي وبالتالي فيها مستبعدين كتير زي وليد سليمان المصاب زي علي لطفي أيضا المصاب بإصابة في العضلة الأمامية بيحتاج فيها لخمسة أيام من الراحة قبل العودة لتدريبات الجامعية كريم ندفد ومحمود متولي ومروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكم وأحمد نبيل كوكا وده لوجهة نظر فنية أما محمد محمود فلم يعد جاهزا حتى الآن وعمر السلية راحة هنمسك الأول قصة عمر السلية عمر السلية مش مصاب وبالتالي ممكن يشارك في المباراة عادي بكرا ولكن اللاعب رأى مديره الفني بيتسو موسماني أنه بيحتاج لراحة عشان ياخد وقت يرتاح فيه قبل المعارك اللي جاية اللي هي أهمها معركة نهائي دوري أبطال أفريقي يوم 17 من الشهر الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المغرب فبوجهة نظر فنية قرر إراحته علشان يستعد كويس للمراحل المقبلة من ضغط مباريات وأهمها دوري أبطال أفريقية أما محمد الشناوي فالنهاردة عادي يطفي بعد إثبات أنه ما ينفعش يلعب مواجهة الغد وهو كان متوقع أن يلعب أساسيا في لقاء المؤولين العرب محمد الشناوي النهاردة اتقلوا أنه إحنا مضطرين صعب جدا نلعب مصطفى شبير البعيد عن حساسية مباريات الدوري والذي لم يلعب من قبل أي مواجهة في الدوري المصري الممتاز فصعب جدا نجيبه بشكل مفاجئ قبل المطش بيوم ونقوله هتلعب مباراة بكرة فأنت يا شناوي لا تلعب قائد الفريق هو اللي هيشارك ولكن يا شناوي أنت غير مكتمل اللياقة لسه إصابة الركبة اليمين مؤثرة عليك وبالتالي في تحذيرات للشناوي ما تشطش أبدا على قد ما تقدر إلا في أضيق الظروف ولو في ضربة مرمى ننديلك حد من الخطوط اللي قدامك يلعبها علشان إحنا عايزين نحافظ عليك وإحنا أصلا بنلعبك غصبا عننا لأنه ده ظرف طارق فمحمد الشناوي بكرة سيظهر في مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب مضطرا أما المقاولون العرب فهو كمان بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة نتائج مخيبة من بداية الموسم وحتى الجولة الماضية طيب بعيدا عن قصة الأهلي والمقاولون العرب فخيرون لكم أنه كمان بعيدا عن البرنامج التأهيلي اللي هيعمله علي لطفي فيما يخص النادي الأهلي في الأيام المقبلة فالأهلي النهاردة عمل مجلس إدارة اجتماع وطلع قرارات القرار الطبيعي والأول واللي كنا قلنا من أيام هو أن الكابت محمود الخطيب سيكون رئيسا لبعثة الأهلي المسافرة إلى المغرب إلى جانب طبعا قرارات أخرى تخص الفرق وأهمها أنه في أجهزة طبية جديدة ستدخل لدعم الفريق الأول في المرحلة المقبلة بإذن الله طيب في الزمالك في عندنا قصتين النهاردة يوم سبعة سبعة وبناء عليه بعد يومين يوافق التاسع من شهر يوليو اللي الزمالك السنة اللي فاتت قرر أنه كنوع مما يرى حفاظا على حقوقه التي لم يحصل عليها من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبر أن يوم تسعة سبعة هو التاريخ اللي بيحتفل فيه بما يسمى بلقب نادي القرن الحقيقي وتسعة دي مقصود بيها عدد بطولات الزمالك القرية في القرن الماضي مقابل سبعة المقصود بيها عدد بطولات الأهل القرية في نفس القرن وبالتالي إحنا جايبين أكتر منكم فإزاي أنتوا بطل القرن وبناء عليه اليوم ده السنة اللي فاتت الزمالك استخدمه إعلاميا بل واهتم كمان جمهور الزمالك بي باعتباره تاريخ هيحتفل بي بشكل سنوي وده كان في عهد مرتضى منصور رئيس المجلس السابق مرت لجنة معداش عليها شهر سبعة وجاءت لجنة جديدة بيعدي عليها شهر سبعة لكن القرار مش منها هي المرة دي ما قالتش هنعمل كده لكن جمهور الزمالك بدأ يعيد فتح القصة وبناء عليه خرجت شائعة بتقول بينما أنتم بتدوروا على يوم تسعة سبعة بعد يومين عشان تحتفلوا بي بحاجة مش ملككم فوزارة التموين المسؤولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالألقاب أو الشعارات التجارية والعلامات التجارية بتقول لكم أنه هي رفضت طلبكم فضل الموضوع ينتشر 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 فالتساؤلات بدأت تزيد فالأقاويل بدأت تتقال فوزارة التموين بنفسها راح بمطلعة بيان بتقول فيه احنا ما لقشناش أي حاجة لسه الموضوع قيد الدراسة لم نصدر قرارا بخصوص العلامة اللي طلب الزمالك أنه يستخدمها جاء في بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالي نستعرض مع حضراتكم لأنه بيقولوا أنه يؤكد جهاز التنمية تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هذا الخبر عارن تماما من الصحة ولم يصرح أي مسؤول أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية بمثل هذا التصريح أو هذا التنويه وأن طلب نادي الزمالك لازال قيد البحث طيب هنشوف هو طبعا بياخد وقت قد إيه لدراسة القصة من علامات مشابهة أو من موضوعات وهل ده أصلا الزمالك هينجح في الآخر أنه يستخدمه ولا لا أو هل الزمالك كلجنة حالية مهتمة كما هتمت الإدارة قبل السابقة أنها تعمله ولا لا أو هل ده بيعتبر كسب حق بالنسبة للزمالك هنشوف إلا هيحصل في الأيام المقبلة طيب فيما يخص الزمالك برضو من أيام كان الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك قال أنه فيه قصة كلفة الزمالك غرامة 4 مليون يورو رقم ممكن تكون ما سمعتهش مع أعتى قضايا الزمالك اللي موجودة في الفيفا وقال أن الزمالك لا سحر ولا شعوزة نجح في أن يحول الرقم ده إلى 200 ألف يورو فقط كغرامة لكنه لم يصرح ولكن بالبحث والسؤال اكتشفنا القصة أنه إيه السبب في الغرامة اللي كانت 4 مليون يورو على الزمالك وتحولت إلى 200 ألف يورو فكانت القصة عن حسام أشرف لاعب الزمالك الصاعد كان أول تساؤل اتحركنا فيه كفريق عمل برنامج الماتش هو حسام أشرف لاعب الزمالك اللي بقاله موسم واحد بس متصعد للفريق الأول إيه اللي ممكن يكون عمله يخلي الزمالك يضطر يدفع غرامة لأي جهة ما 4 مليون يورو يعني 80 مليون جنيه مصري رقم كبير جداً هو لسه لم يقدم أي شيء للفريق وهو أساساً لسه ماضي أول عقد ليه كلاعب محترف في الفريق فجاءت الإجابة كالتالي تعالوا نستعرضها مع بعض حسام أشرف قبل ما يوقع عقده الاحترافي مع الزمالك كان وقع لأكاديمية في الكاميرون قبل انتهاء عقده مع الزمالك من غير ما يخطر نديه قبل انتهاء عقده اللي هو اللعب صاعد من الدرجة أو من الناشئين يعني مسؤول الزمالك بدون علم أن فيه حاجة قصة اسمها أكاديمية والكاميرون إيه الحوار ده يعني ما يعرفوش أصلاً واللعب ما قاله همش تعال يا حسام عايزين نعمل عقد خمس سنوات عشان تبقى فريق أول عشان نأيدك أفريقياً اللاعب رح وقع على العقد فوجئ الزمالك بعد كده بفترة أن الأكاديمية دي بتاعت الكاميرون بتقدم شكوى للفيفا بتقول أن هذا اللاعب وقع لنا وبعدها النادي ده اللي هو الزمالك وقع مع اللاعب رغم ارتباط اللاعب بعقد معانا فمسؤوله الأكاديمية طالبه الزمالك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي اللي في عقد حسام أشرف مع الفريق أو الأكاديمية الكاميرونية اللي محدد بأربعة ملايين يورو فيا زمالك هتعمل ايه؟ مسؤوله الزمالك قدمه كل ما يفيد بأحقيتهم في اللاعب اللي لعب ضمن قطاع الناشئين بالنادي والاتحاد الدولي بعدها أصدر قرارا بتغييم الزمالك 200 ألف يورو فقط من أصل أربعة مليون يورو قيمة الشرط الجزائي اللي كان وضعه مسؤوله الأكاديمية الكاميرونية طبعا الأكاديمية دي عشان ما تتفاجئش هو ليه لعيب مصري يروح لأكاديمية كاميرونية هو أقنع بأن الأكاديمية دي بتسوق لعبين في أوروبا وبالتالي هو اتحرك في القصة دي بما أنه ما عندوش عقد مع الزمالك أو ربما اختلت عليه الأمر أن ينفع أعمل عقد مع أكاديمية كأنها وكالة يعني وأعمل عقد مع الزمالك فحصلت القصة فكانت أربعة مليون يورو هيتورد فيها الزمالك وصلت إلى 200 ألف اتورد فيها الزمالك برضو لكن أكيد أحسن بكتير من أربعة مليون يورو منتخبنا الوطني الأوليمبي بدأ معسكره المغلق الأخير قبل السفر إلى توكيو لمواجهة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن مجموعتنا في الأوليمبياد الكروي بإذن الله المؤجلة من السنة الماضية كابتن شاوئي غريب ومعه رجال المنتخب وبقيادة أحمد حجازي المنضم ضمن قائمة اللاعبين الكبار مبارح كان فيه كشف طبة عمل لللاعبين الكبار بالنسبة للمنتخب الأوليمبي النهاردة أحمد حجازي كان بيزين قائمة الفريق اللي تمرانت تحت قيادة الكابتن شاوئي غريب فإن شاء الله موفقين واستعداد جيد بدون أي إصابات ونتائج إن شاء الله جيدة في الأوليمبياد وتقدم وللأ تحقيق ميداليات 112 دقيقة مرت من زمن مباراة إنجلترا والدنمرك في نصف نهائي يورو 2020 ولسه تقدم للمنتخب الإنجليزي الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف واحد 8 دقائق بتفصل إنجلترا عن كتابة خطوة نحو التاريخ الحقيقي بتتويج باللقب وهي الاقتراب لمواجهة إيطاليا في النهائي لكن ربما يكون ليوسف بولتسن ورفاقه رأي آخر في الدقائق المقبلة هنتابعوا بعد الفاصل في المطش خليكم معنا احلام وبتكفر وشايفها قدام وحكاية جكرة بدقها من دلوقت دايما يقدر ومسابق أيامه ومهن نجرة معاندها طول الوقت أولا أنا بشكر الحجم حمد أبو العينين وطرق أبو العينين اللي هما وفروا لنا ومستشفى سبعة خمسين سبعة خمسين طبعا اللي هما وفروا لنا الزيارة دي قدقي أنا سعيد جدا بوجودي في وسط الأطفال قدقي أنا سعيد جدا في وسط المستشفى عشان شوف المجهود اللي بتعمل قدقي كمية خير موجودة هنا في المستشفى أنا فعلا يوم سعيد زي ما أنت بتقول أنا سعيد جدا جدا لأنه شفت يعني شاركت أطفال صغيرة في ألامهم وفرحتهم قدقي بنا وبالهدايا ووجودنا معاهم فأنا بادعو أي حد أي حد معروف أو مش معروف إنه يكون موجود ويكون موجود مع الأطفال الله هي إضافة معنوية إحنا من فترة كبيرة وإحنا كنا عايزين أن نكون موجودين في مساشة 57 لكن ظروف الدول وضغط المباريات هي التي كانت منعنا والحمد لله جاءت الفرصة إنه إحنا يكون موجودين هنا وإحنا وصدتين جدا نهضى لفريق بالكامل طبعا مستر محمد أولانين كان أول الدعمين إنه إحنا بموجودين هنا والحمد لله إحنا موجودين هنا وإحنا وصدت جدا من النظام ومن الترتيبات الموجودة وأتمنى أن أي حد يبقى موجود ويزور مساشة 57 في أي وقت أشكر المجلس دهاتنا سلاميكا والجاز الفني والعيبة اللي هم جو من النهاردة هنا وده حية كويسة إنه إحنا الناس دي مننا وإحنا منهم وإدعان حاجة مهمة جدا لهم يعني فإحنا ده حاجة بسيطة بناقدر نقدمها لهم ويا رب يا رب ننشوفش حاجة وحشة في أحد ويا رب نشوف كل الناس الموجودة هنا قال لي أنت شوفت أطفال جميلة إزاي بس ده بتلاه من ربنا حبنا شوف كلهم وأتمنى للناس كلها تبقى موجودة هنا يعني إحنا بنيجي زي ما يقول إحنا زي ما قالت وطفال فريد إحنا بنيجي حاجة بتبسطك بالسعيدة كنت تبقى متواجد بسط طبعا فأخلا بيت الفات دي ممكن تهي قريبك أهلك فأنت بتيجي بترفع مراوح المعنوية الزيارة الهدف منها هي رفع الحالة المعنوية للأطفال ديت وحيسوا قدقيه الناس لنجوم المجتمع والناس المهمة في المجتمع إزاي بتشاركهم في أحزانهم إزاي تشاركهم في أمراضهم وزاي بتديهم دفعات معنوية ودي حالة كويسة جدا جدا النقطة إيجابية طبعا وإحنا سعداء بوجودنا هنا أهلا بيكم مرة تانية لفت طيبة من إدارة وفريق النادي سيراميكا كليوباترا بيئة تواجد في مستشفى 57-57 لدعم الأطفال النهاردة والحقيقة أنه دي بيبقى حاجة من الحاجات المؤثرة جدا في نفوس الأطفال والحقيقة أنا بشكر كمان إدارة المستشفى لأن هي أبدا ما بتبخلش على الأطفال بكل الدعم فشكرا لأي حد بيتعاون مع المستشفى في أن هم يرسموا البسمة على شفاه الأطفال في المستشفى طيب دي 120 بالضبط من مواجهة إنجلترا مع الدينميرك والتقدم 2-1 لمنتخب إنجلترا خلاص على بعد ثواني قليلة جدا من التأهل إلى المباراة النهائية أمام إيطاليا يوم الأحد المقبل من شوية كان بعد التقدم في بداية الشرط الإضافي الثاني ساويس جيت خرج البديل جريليش اللي كان نزله في الديت 69 تقريبا خرجه ونزل مكانه كيران تريبيير وبقى بيلعب بتلاتة خلى كايل ووكر يلعب جنب ماجواير وستونز ولعب ناحية الشمال زي ما هو لوك شو وناحية اليمين بقى تريبيير فبيدعب تلاتة علشان يدعم نص الملعب وستيرلينج اللي لسه في الملعب هو هاري كين وستيرلينج لسه مضيع عمفرات خطير لكن الحكم بقى هو اللي لسه مصفر بصافرة تتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020 عشان تبقى المباراة المنتظرة قبل مباراة النهاردة هي اللي هتحصل ساويس جيت في مواجهة منشيني هاري كين في مواجهة تاتشيرو إيموبيلي وكيليني ورفاقه يواجهون الأسود الثلاثة مباراة مرتقبة في ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء إيطاليا وإنجلترا هتكون المباراة الختامية ومن بداية البطولة كان إيطاليا مرشح للفوس باللقب وإنجلترا بسبب قوة قائمته وبسبب أن الفاينل على ملعبه وبسبب أن الفريق كان وصل لسيمي فاينل منديال السابق الكل كان مرشح ده والأحضان كلها تتوالى على جاريس ساويس جيت واللعبون بيحيون الجماهير والجماهير بيتبادلون معهم التحية بعد التأهل التاريخي لنهائي يورو 2020 بنسبة لإنجلترا مين هيحسمها؟ الأبيض الإنجليزي والأزرق الإيطالي هنشوف طيب بعيدا عن اليورو وهنتكون متابعين معاكم كمان شوية إيه اللي بيحصل برضو ما بعد المباراة خذونا نرجع للأمور المحلية من جديد معنا على تليفون المهندس محمد فرج عامل رئيس مجلس إدارة نادي اسموحة مش مهندس فرج إزاي حضرتك؟ إزاي كابتن هاني إزاي كورس التاني بخير الحمد لله بخير بيزا بقى لي كزا مداخلك بحس صوتك هادي فهل أنت كويس أه كويس كويس الحمد لله بس إزالان والله إيه؟ يعني ديت طبعا لله مباراة الإسماعيل ومباراة الآل يعني إحنا مكناش كويسين أبدا أه مظبوط وكمان النتائج اللي قبل كده كلها كانت إيجابية الفريق ما كانش خسر غير مطشين قبل المطشين جول فصادما شوي أه لكنك أعلنت تجديد الثقة في الكابتن أحمد سامي؟ وطبعا طبعا 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 الكابتن أحمد سامي راجل يبذل قصارة جوهده يعني مفيش أحسن كده يبذل كل ما عنده يعني وعمل حاجات كثيرة كويسة قوي وما تنساش إن الفرق الداكسل يومين وباكس شبال عندنا أصيبه الأساسين والإحتياطي أيوة أبدو نعم من غير ناحية المنون والناحية الشبال لكن لكن أعتقد إن تم إيقاف المستحقات بالنسبة للعايدين وقفة وقفة بقالها من يوم الإسماعيل من بعد مباراة الإسماعيل من بعدها قبلت اللاعبين برضو وإيه كلام حضرتك ليهم؟ يا كلمتهم كلام يعني يعني أنا مصدوم من كده وإنتوا على قد ما عملتوا حاجات جميلة وعملتوا أشياء جميلة بتيدوها فقدتوا تركيزكم ولما لقيتوا الناس بيتكلموا عليكم ما استحملتوش ما استحملتوش فإنتوا تعاليتوا على الكورة وبقى تركيزكم خارج الملعب فطبعا كده إنتوا بتدمروا نفسكم فحرام إن إنتوا تعملوا كده في نفسكم وفي مدربكم وفي نديكم لا ما عمليش معكم حاجة واش وانا عملي في حاجة ما اتكلمت ما حتى أقلم إنكم بهذا الإسلوك احنا يعني احترمناكم وقدرناكم والناس شافت إنكم لقى بجميل قوي بس أول حاجة ما ينفعش أبدا إن أنتم يحصل الأخطاء السازجة دي والأخطاء التأميرات السازجة دي ويحصل إنهيار المفاجئ ده وصاد الناجي الأهلي وبعدين في ديتين ما نبقى شاهد لنا نسيطر على السناء وتحصل الكلام ده يعني أنا اللعيبة تقبلت الكلام أو حسوا أو اعترفوا هم لاحبة أمس حايز أقولك حاجة هم ناس محترمين أيوة وهم شباب زي الفل يعني وهم ناس مؤدبين ومحترمين وهم يعني بذلوا قصار جدوم طول الموسم لكن قضروا مشاء فعل يعني هم ناس أنا ما شفتش منهم على كل احترام وكل أدب طول الموسم وهم كانوا ناكسين ليه وأنهم كانوا ملتزين وهم كونش بتكلم معهم كتير يمكن قبل كده مرة تكلم مرة أو مرتين بس بتكلمت معهم في أول الموسم لكن هو كابتن أحمد ثاني هو اللي دايما بتكلم معهم هو اللي هم ملتزين حوالي وهم بيحبوه وهم متراهمين معاه وبيعرف التعامل معاهم فبالتالي مفيش داعي بأن أنا أنا ممكن أتفرج لكن أنا ما بتدخلش بأي كلام لأن الرجل شايف عمله وهم متجاوبين معاه لكن الكارثة اللي حصلت دي والكلام ده طبعا الطراخي اللي أنا شفت اليوم الإسماعيلي دا وإن أنت تلعب تعالي على الكورة طبعا مكنش متوقعة منهم بس أول ما حصل كده توقعت طيب هل حسمت حضرتك في اجتماعاتك مع الكابتن أحمد سامي احتياجات الفريق للموسم الجديد هل في صفقات؟ يعني عندنا فكرة عندنا فكرة عن اللي إحنا عايزينه وخدنا خطوات يعني خدنا خطوات خدنا خطوات طبعا إيجابية في كل حاجة أيوة طيب هل في حاجة تحب تعلنها دلوقتي؟ لا لا بس إن شاء الله يعني خير يعني تمام الله خير خير هل تواصلت مع الزمالك بخصوص مصطفى فتحي أو وضعه بعد نهاية الإعارة؟ والله هو في كلام مع كل الأنبياء ومع كل الناس لكن زي ما حضرتك عارف يعني مثلا نادي بي عنده مباراة هم ما نادي بي عنده كذا كذا في يعني ممكن في لحظات أحيات كثيرة أول تنتهي بس أنا لا يمكن أعلن عن شيء إلا ما يتمنى أنت فقات مكتوبة أو فقات نهاية مفهوم أنا بشكورك جدا باش مهنس خرج وربنا يوفقك بإذن الله في المرحلة المقبلة بكرة في الزمالك متوقع أن تعقد جلسة اجتماع ما بين مسؤولي الزمالك ومستر باتريس كارتيرون الموديل الفني للفريق علشان بحث احتياجات المدرب الفرنسي للموسم الجديد المنتخبات كلها هي بتسافر أو البيعاتات كلها بتسافر من بلادها إلى توكيو بتسافر على نفقة الاتحادات بتاعتها واللجنة الأولمبية المحلية فطبيعي لكن هناك الانتقالات الداخلية بتتم من خلال أو على نفقة اللجنة الأولمبية الدولية وده برضو يبدو أمرا طبيعيا لكن دي معلومة عن دنا فحبنا نقولها لحضراتكم في الوقت اللي محمد الشواربي عضو اللجنة المؤقتة هيرافق بيعتة المنتخب الأولمبي باعتباره هو المشرف على المنتخب الأولمبي أما المهندس أحمد مجاهد ففي احتمالية أنه يسافر أو لأ لأنه هيكون في نفس التوقيت بتاع الأولمبياد على مستوى فريق الكرة يعني الدوري شغال في فترة حساسة منه فهو يرى أنه ربما يكون وجوده في مصر أمر مهم فلو ما سافرش هيكون بديله المهندس أحمد حسام عوض وبالتالي إما رئيس الاتحاد أو عضو اللجنة المديرة اللي هيكون موجود برفقة طبعا محمد الشواربي المؤكد وجود وبكرة عندنا مباراة كمان في الدوري المصري الممتاز في الجولة 22 مؤجلة من الجولة 22 تجمع بين بيرامدز والإنتاج الحاربي الانتاج الحاربي موقفه يبدو صعبا جدا في الدوري فبعد تعادلين متتاليين الأول فيهم كان منطقي ومهم بل ومفيد أمام الأهلي والتاني منهم كان سلبيا أمام الفريق الآخر فالنهاردة تاكيس جونيس الباحث عن أول انتصار منذ تولى المسئولية من مبارتين أعلن قائمته مش متواجد فيها أحمد الشناوي بسبب الإصابة اللي هي إن شاء الله ما تكونش روبات صليبي لكن بيرامدز قال إن هي اشتباه في قطع في روبات صليبي مش متواجد فيها إبراهيم عادل بسبب الإنذار التالت ومش متواجد فيها كمان نبيل عماد دونجا اللي بيقضي المباراة التانية والأخيرة على مستوى الإيقاف والقايمة زي ما قدام حضراتكم شريف إكرامي هو اللي هيحوص المرمى وبديله عبد الرحمن أيمن أحمد أيمن منصور وأحمد سامي وطرق طه وأحمد فتحي ومحمد حمدي وعبد الله بكري وعلي جبر في الدفاع في الوسط عبد الله السعيد إريك تراوري أحمد توفيق أحمد الشيخ إبراهيم حسن محمود صابر محمود حمادة عمر جابر إسلام عيسى رمضان صبحي ومش موجود زي ما أنتوا واخدين بالكم محمد فاروق اللي كنا قلنا لكم إنه تم إيقافه بسبب مشكلة تمت بينه بين أروى برينة بعد مباراة الرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية وفي الهجوم محمود وادي ودودو الجباس طيب سريعا جدا قلت لكم من شوية إن ميسي ورفاقه تأهلوا إلى نهائي كوبا أمريكا لمواجهة المنتخب البرازيلي والمباراة هتكون فجر يوم الحد يعني يوم السبت الساعة 2 الفجر يوم السبت يخلص الساعة 2 بقى بعد ما خلص الحلقة تاعت يوم السبت هتبدأ المباراة فهنشوف اللي حصل فيها خبر أخير بقى علشان آه إحنا كلنا بشر وآه كلنا بنغلط وكلنا نعمل حاجات صح بيتعاملوا كبشر لكن أحيانا جزء من مسئوليتك إنك علشان الناس كلها بتبقى مركزة معاك إنك تخلي بالك على صورتك ومش على بس صورتك بل على صورة ناديك اللي أنت بتلعب فيه جريزمان ودمبلي من ثلاث أيام اتنشر لهم فيديو تاريخه يرجع لسنتين وراء نجماء الفريق الكتالوني برشلونة ونجماء المنتخب الفرنسي كان فريق برشلونة في اليابان بيعمل معسكر قبل انطلاق الموسم فدمبلي وهم قاعدين في القوضة عايز يلعب بلاي ستيشن فدي بتبقى وسائل الترفيه في المعسكرات يعني فقاعد قدامه جريزمان فدمبلي اللي بيصور وهو اللي بيتكلم فجريزمان الحقيقة اكتفى بالابتسامة وكان بيتحك كان إيه اللي بيحصل البلاي ستيشن مش عارف يشتغل فكلموا الناس اللي شغالين في الفندق في اليابان عشان يجوا يصلحوا الشاشة فهو كان بيتكلم بتصريحات عنصرية شوية وقاعد بيتكلم عليهم فرنساوي وهم يابانيين فمش هيفهموه فبيقول لهم يعني شكلهم وطريقتهم واللغة اللي بيتكلموها مات يلا بقى خلصونا الفيديو بعد سنتين انتشر فانتشاره عمل مشكلة فدمبلي طلع بيان من يومين أنا ما كنتش عايز تكلم عن الموضوع لأنه ما كانش معروف لكن يا عمري ما كنت تقصد عنصرية لكن بما أن الفيديو تشاف فأنا بعتبر وابدا ما كانش قصدي أي عنصرية للأسيويين وجريزما نفس القصة هو تورت الحقيقة في القصة من وجهة نظري يعني لكن القصة ما خلصتش عند كده راكوتين الشركة اللي هي موجودة على شعار الاتنين دول هي يابانية فراحت بعتها البرشدونة بتقولهم لو سمحتوا وضحوا لنا ايه معنى اللي تقال ده وخدتوا قرار أو موقف بخصوص الاتنين وده لأ لكن ما خلصش عند كده كونامي اللي هي بتنتج لعبة البيس اللي هي البروفيليوشن الكورة لو بتنعب بلاي ستيشن كلنا يعني هي متعقدة مع جريزما كسفير لها فبقى لهم شهر واحد بس من شهر يعني بقى لهم شهر واحد بس في يونيو اللي فات فرحوا فسخوا تعاقدهم معاه باعتبار انه اللي انت عملتوا فيه هجوم على اليابانيين وإحنا شركة يابانية فمش هينفع نبقى فيه تعاقد معاكم مبعثوا هم كمان لبرشلونا بيقول لهم شوفوا لنا بقى موقفكم ايه من قصة جريزما ودمبلي الموسيقى للآسيويين واليابانيين تحديدا خلوا بالكم بعض الفاصل كيف يفكر الشرقية للدخان في بداية موسم جديد وكيف يحتفل بتأهل تاريخي إلى الدوري المصري الممتاز خليكم موجودين معنا تفلية رياضية على بعض الرموز الفنية الموجودة مراكز شباب من العاصمة للجلالة من العاصمة بدأ صباحا مارثون عجل ثم مارثون درجات بخارية من العاصمة وتحديدا من واحد من اكبر مشاريع رياضية على الاطلاق يعني شغالة اللي هي مديد مصر الولمبية للجلالة احد المشروعات الكبيرة جدا المصر الجديدة يعني قيادة السياسية فقامة الرئيس في الحية انجازات الدولة المصرية لكن ما بين هذا وذاك بعض يعني الرموز للعلعاب المائية والعلعاب الرياضية ومراكز الشباب اللي عملت احتفالية صغيرة لكن ده رمزه ببداية احتفالات وزارة الشباب والرياضة بتلاتين ستة وكل سنة يعني المصرين كلهم بخير وكل سنة ويعني فقامة الرئيس بخير ومن افضل افضل مع مصر الحبيب بنحاول نشرك ولدنا في محافظة السويس مع ولدنا من القاهرة واسماعيلية في احداث رياضية متنوعة منها لعبة الدراجات التأديف الانزلاق الطيران متعدد يعني اشكال متعددة من الرياضات عشان الولاد بيمروا النهاردة بيوم جميل بيتفرجوا على اماكن رائعة الجمال زي ما حدثتك شايف محاولة لتنشيط او السياحة والتعريف بجمال مدينة او موقع زي مدينة الجلالة النهاردة كان احتفالات وزارة الشباب والرياضة وكان فيه الايفنت وكان اول سباق لنا لتلاتين كيلو ما توفقناش فيه النهاردة بس المرة الجهة ان شاء الله يعني نكسر فيه الحقيقة انا مبسوطة جدا ان احنا اول مرة نعمل حاجة زي دي في الجلالة في مدينة الجلالة ده المهرجان الرياضي الاول في مدينة الجلالة وزارة الشباب والرياضة هي اللي عاملة الموضوع الموضوع حلو جدا شارك فيه فعليات كتير عندنا عندنا نايل بايك وعندنا تجديف وعندنا البايكرز وعندنا تسلق جبال وكان فيه فنون شعبية وفيه لأطفال التوحد كل دي برامج بتنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات التنظيم النهاردة فعال ورائع المشاركة النهاردة كانت العدد كانت أكتر من المتوقع برغم الحمد لله اليوم كان الجو كويس والجو ظريف في الشمس ما كانتش حامية قوي التنظيم فوق الرائع الاتحاد يعمل شغل كويس قوي 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 بصراحة التنظيم ممتاز احنا بنشارك في الاحتفالات 30 يونيو لدعم الرئيس وهو دعم الدراجة بنواركبها كذا مرة فاحنا بنشارك في التريند اللي هو عمل ماكون حريص جدا اللي أنا أتابع المراصلات اللي بيعملوها اللي أنا أكون موجود فيها وطبعا في تطور جامد من الناس المشاركة عدد أكبر طرق أحسن بتساعدنا طبعا حب أشكر سيد رئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي بيساعدنا بيها كمشاركة كالتنظيمات ككل حاجة الصراحة حب أشكره حب أشكر طبعا سيد وزير وزير الشاب والرياضة على برده نفس المجهودات برده بيساعده بيطوره أهلا بكم مرة تانية في المطش الشرية للدخان قعد سنوات وسنوات يقترب جدا من الصعود للدوري الممتاز لكنه في اللحظات الأخيرة أحيانا بيفقد الفرصة لحد ما تحقق الحلم في النسخة الحالية من دوري الممتاز به فتأهل الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه وللقصة أكيد أبطال سواء كإدارة أو كجهاز فني أو كلعبين مؤثرين سواء بقوا سنوات وسنوات في الفريق أو ادعم بيهم صفوف الفريق عشان تحقيق الحلم ده معنا النهاردة كابتن الفريق وهداف الفريق وهداف الدوري الممتاز به الكابتن إسلام أنور حارس مرمة فريق الشرقية للدخان وقائد الفريق كابتن إسلام أهلا بيك أهلا بحضرتك منور الدنيا مبروك الله يبرك في حضرتك كرم والكابتن محمد حسن هداف فريق الشرقية للدخان وهداف الدوري الممتاز به كابتن محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك منور الدنيا مبروك انجاز كبير جدا وبيلاقي اهتمام لا يقل اهمية عن اهتمام انه ميني بينفس على مربع الزهبي في الدورة الممتاز لانه بتبقى خطوة ناحية انه خلص الناس كلها بتتفرج الناس كلها مهتمة الناس كلها عايزة تشوف مين الفريق اللي صارع عنده كتير قوي حد ما خد بطاقة وحيدة في مجموعته كتن اسلام 17 سنة في فريق الشرير الدخان قائد للفريق مشيت ورجعت مرة تانية واخيرا اتحقق الحلم الحمد لله طبعا على الصعود والحمد لله ان ربنا قرمنا ان احنا حققنا الانجاز اللي النادي كله كان بيحلم به وطبعا بعد الانجاز دوت للباشمهندس هاني امان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وطبعا باشمهندس احمد اسماعيل مدير النادي وكابتن صروت وكابتن باسم باشمهندس خالد لجنة الكرة اللي فعلا فعلا دعمونا بكل وسيلة وما بخلوش علينا باي حاجة الامانة طبعا الجهاز الفني الاديم كابتن علاء ابراهيم وكابتن احمد فاوزي وكابتن خالد دول كانوا عملوا معنا فترة رائعة بجد وهو اللي بنى الفريق من السنة اللي فاتت يعني من التالتة وده حقهم ان انا اطلع اقول ان ده مجهودهم وفعلا فعلا الناس دي ما اثرتش معنا في اي حاجة اه حلفنا في بعض من الاوقات سوق توفيق سوق نتائج بس فعلا الناس دي عملوا اللي عليهم وزيادة جدا جدا معنا كلنا صراحة وطبعا كابتن علاء نوح جيه وكابتن حسين وكابتن فريد شاوقي بجانب كابتن هاب من الجهاز السابقة وكابتن ابو سريع مدرب حراس كملوا المسيرة تمام وكملوا المشوار والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا للنادي كله بيحلم به من تلاتة وخمسين سنة الانجاز لصعود الدوري الممتاز انت مش غريب عن الدوري الممتاز لانك قبل كده كنت دوري ممتاز مع الرجاء ومع دمانهور فدي تلات مرة صعود للدوري الممتاز لكن اكيد المرة دي هيبقى طموح بقى استمرار لسنوات اطول هتسألك في النقطة دي لكن بعد ما ارحب بلعب اخر مش غريب عن الدوري الممتاز بل ومش اي فريق ده انت اتحاد سكنداري وكنت من لعبين المؤسترين الموسم قبل اللي فات لكن روحت شرائر الدخان وبترجع مرة تانية للدوري الممتاز كتاني هتدافي كمان الدوري الممتاز به مبروك وكلمني عن التأهل بسم الله الرحمن الرحيم احب اشكر زوجتي وقفت معي انا كنت مبطل كرة وقفت معي لحد ما وقفت على رجلي ورجعت لعب كرة تانية الحمد لله رب انا يخليها لك يا رب وقفت جنبك ازاي كانت ايه المشكلة اللي هتخليك تبطل كرة لا انا كنت مصاب كنت في الاتحاد كنت مصاب وكنت خلاص ما بقدرش امشي فقفت جنبي نفسيا وفي كل حاجة لحد ما الحمد لله تعليجت وقفت على رجلي ورجعت لعب تاني لانك لعب كويس جدا فانك كنت تبطل كرة دي كانت قاسية شوية من الاصابة بس فالحمد لله رجعت لعب والحمد لله رحت الدقان كابتن علي إبراهيم الحمد لله كان مكتنع بي وكان في ظهر طول الموسم وبصراحة النادي كله كان في ظهري بصراحة فيها وقت ما كانش معايا توفيق كنت بلاي برضو الإدارة في ظهري الناس كلها كانت في ظهري فالحمد لله وبشكر الجهاز اللي مشي وبشكر الجهاز اللي جي الجهاز اللي مشي استحملوني كتير في طول الموسم والجهاز اللي جي كان مكتنع بي تماما كابتن علاء نوح كابتن فريد شاوي كابتن حسين كابتن إيهاب وكابتن أبو سرية وبحب بشكر كابتن أحمد فوزي وكابتن خالد كابتن إسلام دوري ممتاز في مناسبتين ودي التالتة أكيد التالتة بتبقى خلاص خط خبرات أي نعم هتصعد مع فريق صاعد وبالتالي الظروف ما بتبقاش دايما سهلة وبيكون الأجواء خصونا يا أول مرة في تاريخ النادي ما بتبقاش سهلة يعني إزاي بتستعد الموسم جديد بعد ما تحقق حلمك كابتن الفريق طبعا زي ما حرج بتقول المنافسة ما بتبقاش سهلة والاستعدات لازم تستعد قوي علشان ما ترجعش تنزل تاني وده بيحصل في معظم الأندية إن الفرق اللي بتبقى لسه صعدة لو ما استعدتش كويس بالله نفس السنة على طول نزلت طبعا النادي عندنا عمل خطة يعني محترمة جدا جدا إن احنا إن شاء الله بأمر الله على البقاء في الدورة الممتاز هيدعم بشكل كويس قوي هيعمل فرقة تقدر إنها تقعد وتستمر في الدورة الممتاز وده طبعا بقيادة البشواندس هاني أمان ودي الخطة اللي هم إن شاء الله بأمر الله ووضعينها للفترة اللي جاية إن شاء الله بالنسبة للصعود والبقاء وكلام ده فعلا هو الدورة الممتاز به صعبة جدا جدا حتى لو حضراتك تلاحظ في المجميع كلها التلاتة آخر جولة هي حسمة الصعود صحة فمعنى كده إن لا هي منافسة قوية واللي كان بيقول إن المجموعة الصعيد ضعيفة وكده لا مستحيل كلام مش حقيقي خالص المنافسة قوية جدا وجديدة جدا والدليل إنها انتهت في آخر جولة مزبوط لو هي سهلة ولا كده كانت انتهت من بدري أو حسمة من بدري زيها زي بقية المجموعة بالعكس أنت بتقابل سفر كتير بتقابل فرق محترمة جدا وبتقابل نفس الوقت جماهير وفيه طبعا تعصبات وانتماءات والكلام ده فالحمد لله إن إحنا ربنا قدرنا وصعدنا وإن شاء الله بأمر الله إن نكمل المسيرة وإن نستمر في الدورة الممتاز بإذن الله كابتن حسن يعني كونك أحد هدافي المسابقة في الممتاز به وليك مشاركات إيجابية في الدورة الممتاز نفسه من موسمين ولعبت مع نجوم وتمرنت مع أسماء كبيرة زي الكابتن حلمي طولان والكابتن محمد عمر بيخلي طموحك إيه في الدورة الممتاز نفسه هل ممكن تبقى باصص على لقب هدافي الدوري؟ ليه لا يعني ما فيش حاجة بإيدها لربنا يعني أنا السنة دي يعني ما كنتش أتخيل لأنا بقى هدافي تاني هدافي المجموعة بس الحمد لله بتعبي واكتهادي ربنا كرمني برضو إن شاء الله في الدور الممتاز بتعبي واكتهادي إن شاء الله قدر أخذ هدافي الدوري وإن شاء الله يعني دقان ما ينزلش من الدور الممتاز تاني أنت مكمل مع الفريق إن شاء الله طيب أنا أعتقد أنه كان فيه كمان غير الإصابة وقت تاني كنت هتبطل فيه كورة لا هو مقصعة الإصابة بس الحاوي حكيلي من شوية أن أنت كنت في وقت نفسيتك نفسها كوروية بسلم على الحاوي طبعا وكيلك الجميل ده أول لما 96 في مصر تلغت فكنتش لايحة تلعب فيها كابتن سامير الحاوي وداني الشمس والحمد لله صعبنا من الثالثة للتانية وهي دي الفترة اللي كنتش لايحة حتة لما لما النشئين سنة لغة هي دي بس بعد كده بقى لما الفترة التانية ساعة الإصابة ربنا يا ربي يكملها على خير وتفضل في نفس قوتك دلوقتي كابتن إسلام مهاجمين الدوري الممتاز بيختلفوا إزاي عن مهاجمين الممتاز به مع صعوبته اللي احنا حكينا عنها من شوية للأمانة فيه فرؤات طبعا يعني أنا أكتر فرود لعبته قدامه وفعلا لا هو هدافه قناس كابتن عماد متعب ربنا يشفي يا رب دلما كنت في الرجاء وانا في ده منهور ده منهور تمام تمام لا هو فعلا فعلا فرود يخوف قناس بيعرف يتحرق كويس جدا لمسته لكرة لا مختلفة فيه ناس بتبقى مختلفة فعلا وقدرات بس وفيه ناس على فكرة في الممتاز به برضو مميزة قوي ويتلعب ممتاز وتلعب أهلي وزمالي يعني أنا كان معي في ده منهور حمدي فتحي تمام نجمع الأهلي دلوقتي لعب MPS السابق والأهلي حاليا فحمدي كان معنا وفي المطشي دوت جاب جنب الأهلي حاجة تانية دلوقتي بدليل ان هو مشاء الله دلوقتي في الأهلي مكسر الدنيا بس فيه لعيبة محتاجة الفرصة محتاجة الاهتمام والفرصة بس مش أكتر مين أحسن حارس في الدولة المصري من وجهة نظرك؟ الشناوي محمد الشناوي الشناوي محمد حارس الناوي طيب بالنسبة لك أنت يا حسن ليه مش يتمل الاتحاد السكندري الإصابة هي السبب ولا فيها أي سبب؟ أهو كنت روحت لهم مصاب في التجمع السنة البعدية أهو روحت مصاب ما كنتش بقدر أمشي أهو كنت أصابتك جات إزاي؟ أنا أصابتي كان السفلة أهو وبتنزل تحتي بقى الضمة والخود أهو وبضهري بقيت كويس الحمد لله فهو بقيت كويس الحمد لله أهو قلت لهم أنا سفر أتعليك في الكاهرة من بعدها ما أحدش يعني ما أحدش تكلمني تاني بس أنا أحب أعيز أشكر الرئيس محمد مسلحي وقف جنبي من غير ما يكون متوجد في نادي الاتحاد السكندري وقف جنبي وما سابنيش شخص جميل جدا طبعا ما وقف جنبي وما سابنيش لحد الحمد لله ما وقفت على رجلي وتعليجت ورجعت ألعب تاني فأنا أشكر الأستاذ محمد مسلحي أي أكتر هدف ما تنسهوش من أهدافك كنت شاف أنه مؤثر كنت شاف أنه ممكن يكون من أسباب صعود الشرقية للدخل هدفي من هدفي ماتش بترول أسيوت فأسيوت كان دخل فينا الجول فالحمد لله سنترنا ماتش دوت كان نقطة مهمة جدا كنا تعدلنا وخسرنا قبليه فكنا لازم نطلع من الكبوة اللي احنا فيها دي فالحمد لله سنترنا رحت جيبت الجول وقدرنا نجيب التاني بعدها فالجول جي في وقت ما ينفعش الجول يتأخر فالحمد لله ربنا كرمني أن أتعدل بسرعة عشان نلحق نجيب التاني وجبنا التاني في الشوت التاني الحمد لله وربنا كرمنا بالماش مين مسلك الأعلى من اللاعبين؟ في مصر في مصر كابتن أشرب بن شرق أشرب بن شرق ليه؟ أنا بشوف نفسي بعدي زيه بقطع زيه بتحرك زيه ويمين وشمال برضو أي فأنا بحب أشرب بن شرق جميل وعالميا؟ عالميا؟ كابتن كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو طبعا اللاعب كبير قوي هو مثل أعلى لكل على كل المستويات الرياضية كابتن إسلام اتكلمت على أنه الفريق ناوي يعمل صفقات علشان يبقى فيه استمرار في الدورة الممتاز مش مجرد ضيف لو كان من ضمن صفقات حارس مرمة من الممتاز موقفك أنت بيكون إيه؟ مفيش أي حاجة بالعكس لما هيجيلي جون من الدورة الممتاز سواء كبير سواء صغير أنا ماشي على نهج معين أنا بموت نفسي في التمرين وبجتهد وببضل أقصى ما عندي في التمرين عشان أثبت نفسي سواء جون كبير سواء جون صغير أنا لازم أن أثبت نفسي بالتمرين وفي المطشوات وكلام ده عشان أخد مكاني وأخد وضعي أي غير كده أنا ماليش لازمة سوري يعني أي لعيب في الدورة الممتازة أو الممتازبة لازم يتعب ويجتهد ويثبت جدرته واستحقاقه بالمكان اللي هو فيه عشان ربنا يكرمه عشان يفضل يحفظ عليه ده أهم حاجة التدريب والالتزام والاستمرارية في الأداء الكويس طيب أخيرا نقطة أخيرة بما أنكم يعني صاعدين مع الشرقية للدخان فأندية الكرة الجماهيرية بدأت تحس بقلق أن الفرق اللي بتصعد من الممتاز به للممتاز طول الوقت بيكونوا أندية شركات وبالتالي فجأة تدريجيا ما بقاش فيه أندية دوري ممتاز من الأندية الجماهيرية بكثافة زي الأول ففي اقتراح من الترسانة اتقدم النهاردة بأنه لو سمحتوا نعيد ترتيب بقى شكل المجموعات يعني يبقى الدوري أندية الشركات في مجموعة فيصعد منهم واحد والأندية الجماهيرية في مجموعة فيصعد منهم واحد فنضمن أن يكون على أقل مش التلاتة أندية شركات ومجموعة القاهرة ده لقى بعض التأييد ولقى بعض المعارضة لكن بما أنه معي اتنين من نجوم فريق شركات أو يعني مؤسسة اتأهلت للدوري ممتاز شايف الموضوع فعلا بقى صعب على الأندية الجماهيرية؟ بصراحة فعلا في صعوبة جدا للأندية الجماهيرية خصوصا في الدعم المادي يعني أنا لعبت في المنهور نادي جماهيري الحمد لله كان النادي والمحافظ والتحاد الكورة والكلام ده كان بيجي لنا دعم كتير والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا أن نحن نسعد غير كده مش ألاقي مطروح كان نفس الكلام النادي جماهيري طبعا محمد برضو لعب في الاتحاد الاتحاد نادي جماهيري لو ما فيش دعم كويس يليق بالمكان بتاع النادي النادي مش هيدر يحقق أي مركز تقدمي مظبوط تموحك ايه؟ كابتن حسن تموحي السنة دي إنها إن شاء الله أعلى بدور ممتاز ومنزلش تاني وربنا يا رب يبعد عني الإصابات يا رب وأكمل في الدور الممتاز وإن شاء الله أروح متخب مصر بإذن الله انت موريد ستة وتسعين مش كده؟ كمان ربنا يرفعك كابتن إسلام أخيرا الأيام اللي جاية الفترة اللي جاية الاستعداد للدور الممتاز ناوي على إيه بقى مع الفرقة ككابتن للفريق بقى طبعا إن شاء الله بعمر الله إحنا أول ما هنتجمع إن شاء الله ونرجع للتدريب بنقعد مع بعض بنرسم الخطة كلعيبة مع بعض التيم إن إحنا للفترة اللي جاية زي ما عملنا السنة السنة دي والسنة اللي فاتت كنا إحنا معنا وكان فيه كابتن موكشة طبعا بنقعد مع بعض بنحط الأسس والقواعد اللي إحنا بنمشي بيها طول الموسم وهي دي اللي كانت ما نجحنا الالتزام بالحاجات اللي إحنا بنحطها والهدف والطارجة اللي إحنا حطينه قدام عينينا والخطوات اللي إحنا بنرسمها علشان نوصل للهدف ده دي أهم حاجة ربنا أفقك مبروك مرة تانية كابتن إسلام وموفقين في الدورة الممتاز شكرا لك شكرا لك شكرا كابتن حسن مبروك مرة تانية التأول الممتاز ومبروك كمان التهديف في الموسم العد نوارك في حضرتك شكرا لكم مبروك نوارنا الكابتن إسلام أنور والكابتن محمد حسن النجمين من نجوم فريق شرية للدخان أصاعد حديثا للدورة الممتاز أما متصدر الدوري المصري الممتاز فعضو اللجنة المديرة له الدكتور حسام المندوه وظيفنا في الفقرة اللي جاية في الماتش عليكم ودي معنا اوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه وекторنا ماشيء في مركز الاول بس الاسف بعد حادث برسعين الدوري تلاها والطروا نعيد ونخوش السنة اللى بعديها بالاول والحمد لله سنة اللى عادتها نزلنا الدوري ومصعدنا المركز الاول وصعدنا لقسم التاري التالي والموسم اللى بعدها عادنا سنا في قسم التالي بصلها الاول في قسم التالي وسعدنا في أول سنة الكسم التانى اللي هو الممت deceived بدل من ربنا بشكر ربنا جدا وبشكر كل المنظومة اللي وقفت في ظهرنا بشكر العيبة اللي كانوا على قد المسئولية تعبنا كتير جدا الموسم ده وقبل ما يجي فارقه المنظومة كلها بتحارب بقالها خمس سيني عشان توصل لده لكن ما كانش فيه توفيق السنة اللي فاتت وقفت على اخر مباراة امام غز المحلة لكن بقول الحمد لله التوفيق يعني حلفنا احنا اشتغلنا واكتهدنا واخدنا بالاسباب واتعبنا جدا عشان نوصل لده وربنا الحمد لله كرمنا ووفانا فبقول مبروك للنادي فارقه مبروك لمجلس الدارة مبروك لكل العاملين والقائمين على النادي ان النادي ده مكانه طبيعي في الدولة الممتازة كان يستحق من سيني ان هو يبقى موجود في الدولة الممتازة الحقيقة اهلا بحضراتكم مرة تانية في المطش منورني النائب الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المديرة لنادي الزمالك في المرحلة الحالية دكتور حسام اهلا بيك منورنا ومشرفنا اهلا بحضراتك اهلا بحضراتك بخير الله الحمد لله يعني الجمهور نادرا ما بيتفق على انه بيحس بان فيه حياة كويسة بتحصل في اندياته وبتكلم تحديدا على جمهور الزمالك لانه عانى بسبب ربما غياب الاستقرار وبسبب حتى في وقت الاستقرار على مستوى مجلس منتخب كان بيبقى عنده تحفظات على ربما طريقة الادارة على مشاكل على تصريحات وبعدها في اللجنة السابقة فانه بقى فيه اتفاق او شبه اتفاق على انه فيه نتائج ايجابية طلع اعتقد دي حاجة حسنها ومبسوطين بيها طبعا مبسوطين بيها جدا وحسنها الحمد لله وفي نفس الوقت بتزدنا حماس وبتزدنا ايمان باهمية الهدف اللي احنا جايين عشانه لارضاء بالفعل الجمهور العظيم اللي يستحق ان احنا نقدم له كل ما بوسعينا عشان يشعر ان فيه يعني اللحظة معينة الناس دول جم وعملوا حاجة ايجابية فانا بنتهز بقى السؤال ده ووجه الشكر العميق انا بسمي جمهور الزمالك حمال الاسية يعني بوجه له الشكر على روحه الطيبة جدا روحه المحترمة طوال سنوات اللي انا شفت عشتها بشجع الزمالك وشايف الروح الايجابية دي الموجودة اللي هو بيشجع مدرسة الفن والهندسة ويمكن في كلامنا هنتطرق لنقطة ايجابية جدا شايف الجمهور بالفعل اللي بيعملها الجمهور حاليا يا عشو زهاني حاسس بمسئولية يعني الجمهور دلوقتي مش بس انه بيشجع فقط لا ده مشارك في الادارة بما يوجد في حساب بنكي مثلا بالروح اللي شفناها يمكن كان معايا دخلة مع حاباتك قبل كيه وتكلمنا يوم فتح الحساب بالضبط يوم فتح الحساب انا اليوم ده لقيت كمية سائل بتهلة علي وعلى زملائي المحترمين في اللجنة قد ايه كنا فرحانين ان الناس فرحانة ان هي بتشير بسرعة كده اللي عملته عارف انت حالاك لما تروح كانت تصور فيه فتحط صورتك على طول بتبقى احساس بالفرحة احنا حسنا بهذا الشعور ان الجمهور الزمالك العظيم مشارك معانا وفرحان باللي بيعمله فطبعا كل التحية والتقديل لجمهور الزمالك الكابتر حسين اللي بيبقى لانه ده كان قرار في النهاية وانت مش مجبر كواحد معترض على الفكرة انك تدفع لكن ده حاجة لنا وده كان كلام حضرتك معايا يومها احنا بناءا على طلب الجمهور فتحنا الحساب هل كان فيه اي اعتراض داخل اللجنة من انه لا هننتقد ممكن تبقى مش حلوة للامج بتاعت النادي سؤال كويس مبدئيا الحوار داخل اللجنة بهذه الطريقة فيه رأي وفيه رأي اخر ده حقيقي والديبيت ده النقاش ده هو اللي بيعمل حالة من الطمأنينة في الوصول للقرار السليم فكان حاصل طبعا مش نقول معطاردين ولكن بنفكر ايه اللي ممكن يتم هل التجربة تنجح ولا ما تنجحش طبعا لو ما نجحتش ايه اللي يحصل طبعا لو نجحت طب هالف كان فيه تجرب زيها قبل كده ولا طبعا كان فيه النقاش يعني ما تاخدتش مرة واحدة العملية ولكن كان الدعم لينا في ان احنا نبت في الامر وننفذ الفكرة تاني هو جمهور الزمال اللي قابلنا يا أسساني وانا يعني مع احد الاعلاميين فبيسألني فبقول له احنا قابلنا ناس من الجمهور فيقول يعني اعدت مع الستين سبعين مليون زمال اكيد لا يعني هو يعني ما نقول كده مش مع ان اعدت مع واحد واحد معنا ان وانا في مكان ما ناس بتقابلني بتقول له احنا عايزين نعمل لقيت دي مكررة شوية لقيت في روح كده انا وزملائي في اللجنة فجمعنا ده معنا ان الناس عايزة تشارك هو لا يمكن في الاخر يحصل اجماع على شيء لا يمكن يعني فكان النقاش بالطريقة دي في الاخر قد ان احنا استخرين على الفكرة واتبساط نحيي جدا من الفكرة جابت نتيجة جابت نتيجة ايجابية في حاجتين اي في المبالغ وان شاء الله احنا فترة كده ونبدأ نعلن عن الارقام هل ممكن نعلن عن رقم معين على اقل الفترة سابقة لا يعني سبنا من الارقام يعني خلينا نتكلم مع بعض في فلسفة الموضوع ايوه او في التوجه في الموضوع راح فيه لكنها ارقام اعلى مما توقعتم اه اعلى مما توقعنا تمام وفي نفس الوقت الرتم بتاعها كان اعلى من اللي احنا بنقوله يعني اي يعني اقولها حكا لحاجة احنا بنقول اللي عايزيني نعمل لها كامبان والناس تظهر وتعمل لقينا فيه اداعات بتحصل قبل ما انا عرف اصلا فالحنا الحساب يعني انا متخيل ان لسه بكرة او بعده فالقيتنا اسبع تالي السكرينشوتس بتقوله احنا بدأنا نعمل اداعات وفيه رجال اعمال محترمة جدا 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 عملت اداعات وهم الناس حتى مش عايزين نقول اسمائهم ويمكن الرجال اعمال بعيد شواء من المجال الرياضي دي النقطة الاولى النقطة التانية الروح بقى وانا حقيقي عايزة نسك في موضوع الروح لان هو ده المهم دي الطاقة الايجابية دي المطور اللي بيشغل اي فكرة الروح بتاعتها فلما عملنا الكلام ده انا التهافت والتنافس اللي موجود ما بين جامعين النادي الزمالك لما تبقعد يجي لك حد من السعودية حد من الكويت حد من دبي كل الدول العربية اوروبا امريكا كندا كله بيبعد بيبعد دي الروح نحن عايزة نقول ايه نحن هنا يعني لا بقى انتفاضة كده نحن هنا ايه اكبر رقم اتفاعنا بقى اكبر رقم من شخص واحد يعني مثلا هل في شخص واحد دفع رقم كبير ممكن تقول الرقم بتاع الشخص الواحد احنا احنا قلنا قبل كده يمكن اه في احد الاشخاص تبرع خمسة مليون ده كان اعلى رقم دفع من شخص واحد اه لا تزيل اللحظة يعني اه وطبع بوجهه للشكر على حب وعلى انتماء وعلى دعم قيل انه المهندس ممدوح عباس فهل هو فعلا لا مش هو مش هو طيب الفكرة نفسها هي مش مورد وحيد هي مورد طبعا مش مورد وحيد انا اسفة وزهاني وفي نفس الوقت برضه هو احنا ما بنخترعش العجل حقيقي اه يعني احنا برضه ما بنعملش حاجة وعجبني جدا الاعلاميين اللي نقشل موضوع الفكرة بموضوعية عجبوني جدا حقيقي اولا كتير جدا دي حاجة رسخة في دماغنا ان كتير جدا من الصفقات بيمولها رجال اعمال اه فانا لما اقول هييمول صفقاتي الجمهور رجل اعمال بتاعه وجمهوري اه فإيه اللي يعيب ده نجوم عالميين جوم راحوا اندية زي مرادون راح اندية بالجمهور بتاع اعتقد نابول اعتقد اللقام الجمهور دائما وابدا بيقف وراء فريقه وحق هنا بقى الجمهور يعرف المبلغ دي والدناه فين طبعنا من اول يوم هندعم بيها الفرق الراضية وخاصة فريق فريق القادم فبالتالي اللعيبة نفسها دفعت فيه لعيبة دفعت بس انا مش ها بس الكل حقيقي بيشارك بس انا اعفين اقول دلوقتي مين اللي دفع مين اللي ما دفعش والأرقام كام لكن هيجي وقته وده كله هيتقال ان شاء الله طيب هرجع الوراء من وقت تعيين اللجنة طبعا الشخصية الزمالكوية الكبيرة اللي ليها اسم كبير جدا على مستوى ادارات الزمالك المندور حسيني هو والد حضرتك لك هكي بتدخل اللجنة كاسم يدير في نادي الزمالك لأول مرة فكيف جاء اختيار حضرتك لتكون عضوا في اللجنة المديرة للزمالك حاليا صحيح طبعا انا اعتقد ان برضو يعني ارتباطي بنادي الزمالك من خلال اسم والدي كان له سبب معرفة برضو صانع القرار بيا وبالسي في يعني بتاعي برضو اعتقدت خلي دور صانع القرار اللي هو الكابتن حسين لبيب ولا وزارة الشباب ورياضة اكيد بيحصل حوار يا كابتن هاني في الموضوع يعني الحوار الاسماء وبتطرح واختيارات ومين بيبع عنده قبول يعني مين ممكن يواف ممكن مين يعتذر اكيد بيحصل الكلام ده يعني بطبيعة الحال يعني فانا حقيه جالي تليفون من الكابتن حسين لبيب وقال لي عايز اعود معاك فروحت عدت معاه وطبعا انا عرف كابتن حسين لبيب كويس كرمز رياضي كبير في نهاية الزمالك لكن كان اول لقاء شخصي بيني وبينه يعني فعادنا في بيته بدانا نتكلم في ايه دماغتنا فيها ايه وعايزين نعمل ايه لنا دينا ونش عارفين لسه ايه برضو احنا هندخل لو مش هندخل يعني لجنة وبعدين قل طب ايه رايك في موضوع اللجنة طبعا لما بيتقال حاجة زي كده انت ممكن بتتخض الأول واهلة يعني وبعدين بتفكر وبالفعل انا يمكن حتى قل طب انا تناقش شوية مع الوالد حكم خبروته في هذا المجال قال لك ايه قال لي المهمة صعبة قال لي المهمة صعبة جدا 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 فيعني صعبة فما تروحش ولا صعبة بس خد قرارك يعني قالها لك صراحة المهمة صعبة بلش لا طبعا المهمة صعبة خد قرارك يعني يعني مش ما تروحش لا المهمة صعبة خد قرارك لك جومة المهمة صعبة دي بتخلي القرار يبقى شوية طبعا مهزوز شوية شوية يعني ولكن في الاخر احنا بالفعل عارفين ان المهمة صعبة مهمة بتأتي بعد لجنة بعد مجلس يعني في حالة نوعا ما من عدم الاستقرار في امور مادية كتير جدا فيها مشاكل فبالتالي المهمة صعبة دي حاجة يعني معروفة قبل ما ندخل فيمكن الموضوع ده لما تكلمنا بس في الاخر الحوار انتهى طبعا بالقبول يعني لان نحقيه برضو صعب يعني نقول لا يعني صعب صعب معنات زي مالك نقول لا جات الفكرة في كده ده كان اول لقاء بيني وبين الكابتل حسين لبيب وبعدين حصل لقاء تاني برضو بعد يمكن بعدها في فترة بس مش فاكر قدي ايه يعني واتكلمنا مع المجموعة كلنا مع بعض ايه فبدأنا نعمل زي ما بيقال عصف ظهني او برينشتورمين كده مع بعض احنا عايزين ايه احنا يقول راح فينا عايز ايه يعني فلاقينا ان احنا متفقين مع بعض في طريق التفكير ومتنوعين اه ودي مهمة جدا متنوعين دي معنا ان كل شخص ممكن يدير ملف مختلف عن الاخر بروبو بالزبط اه كل شخص له تاريخ في قصته في حياته يعني نجح في ملفه معانا في حياته قبل ما يجي نادي الزمالك فبالتالي لقينا ان احنا ممكن بالتوليفة دي يعني المفروض ان يحصل حاجة ان شاء الله ايجابية ايه الملف اللي نجحت فيه حضرتك في حياتك شايف انه ممكن يفيدك في ادارتك للزمالك هو طبعا يعني دي انا الواحد بيفضل ان حد يتكلم عن نجاحات الفرد مش هو ذات نفسه اللي تكلم عن نجاحات نفسه يعني ولكن انا السؤال بصيغة اخرى يعني ايه الاضافة اللي ممكن تضيفها للزمالك حضرتك في المرحلة المقبلة منذ خبراتك السابقة اه انا حقيقي من ضمن خبراتي السابقة رؤيتي للزمالك فاعز فترة انتصاراته يعني من 2001 ل2005 انا بعتزف هذه الفترة جدا يمكن كان مجلس الدكتور كامال درويش ومعامل مرطان مرطان مصور ومعامل الوالد كان امين السندوق الدكتور ماندور حسيني ومجموعة طبعا كبيرة من الاخوة الافاضل فالفترة دي انا شفت فيها يعني ايه انتصارات متتالية ومتتالية وممكن نعد كتير في الفترة ديت فده اول حاجة عامل لي حالة الشغف اني حاول اشارك في انتصار من الانتصارات ديت يعني النقطة التانية هو على مستوى العمل الخاص بنا المجال الاداري ازاي تدير عمل طبعا نادي الزمالك بيج بوجيك ده مشروع كبير يعني مش عمل صغير يعني فازاي تقدر تدير هذا العمل وان خلال ملفات واتطبق ما يسمى بالعمل الجماعي بشكل حقيقي وشكل علمي شجعني برضو عليه لما لقينا المجموعة بتتكلم بالنهج ده برضو ان احنا مش عايزين كلنا نمسك نفس المجده كده ونشرب كل واحد عنده حتة بتاعته عشان نصب على بعض في الاخر يعني فقادر اقول ان يعني قادر مش عايز اقول نجاحي لكن يعني مسيرتي الحمد لله انا رجل دخلت في كلية طب الاسنان تدركت فيها لراك ما مسكت بقيت استاذ جامعي وكيل الكلية مسؤول عن يعني كل يمكن لبنعمل حاجة الحمد لله في حياتنا حاليا عدو مجلس نواب فقلت ممكن او الناس نظروا انه ممكن اقدم شيء زائد بقى الحاجة الاسية ان الهدف يعني زمالكاوي زمالكاوي بقى اه يعني عايز اقول ده ان انت عندك هدف ده داخلي في وجدانك بيحركك ان انت زمالكاوي وعايز مضغاز وعايز تعمل حاجة والكلام ده دائما معانا زمالك من عكس اللي كنت بتذكره دلوقتي بتتكلم في ان انتو العمل الجماعي ان كل واحد يكون مسؤول عن ملف عانا عبر سنوات من فكرة الصوت الواحد او ربما عدم القدرة على المعارضة وبالتالي عدم موجود العصف الزهني اللي اتكلمت عليه من شوية هل لقيتوا اثار ده السلبية لما دخلتوا النادي حاسيتوا ان النادي فيه مشكلات ترتبت عن ان كان فيه صوت واحد بس جوا النادي يعني انا طبعا انا حيب احترم يا عصف الزهني كل ادارات اللي مرت على تاريخ نادي الزمالك وانا ارى ان كل ادارة تركت بصمة تحسب لها وفي الاخر التاريخ فانم يحكم على الناس كلها يعني انا حيب اقدرش اقوله سبب المشاكل حالية هو طريقة الادارة والعدم الاستقرار اللي مرت بيه النادي في بعض الاوقات ولكن عندنا بالفعل فيه ملفات فيها مشاكل الملف المالي ملف مهم جدا الملف الاداري بعض منه محتاج يتنسق ويعاد هيكلته من اول وجدين ملف برضو المهم جدا قيمة نادي الزمالك يعني قيمة تسويقية اعني بيها قيمة تسويقية نادي الزمالك انا ازاي بقى نجوم نادي الزمالك مش مشاركين في الحملات الاعلانية لكل الشركات العالمية والمصرية نجوم بهذا القدر دي كلها حاجات حسين هي مفروض الزمالك ليه نجوم الزمالك ما بيشاركوش في الحملات التسويقية الاعلانية عبر سنوات سابقة مش بس الجيل الحالي اقدر اقول اقدر اقول اه اقدر اقول ان ساعات ممكن تكون مقصودة من بعض رجال اعمال مش عايزين ده الناس الزمالك اقدر اقول ان يمكن الملف ده ما حدش ركز فيه قوي يعني دي كلها انا تخميلات من دماغي يعني ربما ما عنديش السبب اليقيني ليه السبب ولكن احنا شايفين دي فاكت موجودة دي حقيقة قدام عينينا فاحنا عاوزين نغير منها شوية غيرتوا فيها شوية اه بعتبر ان احنا غيرنا فيها شوية والنهج بتاعنا هيغير فيها الكثير ان شاء الله يعني احنا بدأنا حاليا يحصل تعاقدات من خلال الشركات الاعلانية مع بعض النجوم وخاصة النجوم اللي جددت يعني اللي هو زيزو والونش بالزبط واشرف بن شرقي هو اللي جاي اه واحنا بنكلم في النقطة دي كتير هو هي فيه اسبوت جمدة جدا على كل فريق الكورة دلوقتي مين هندعم فيه صفوفنا مين عاوزين نجدده من جوه الفرقة مين هيعار مين هنجيبه من اعارة يعني وفيه لجنة محترمة جدا طبعا لجنة الكورة الكابتن حسين السيد والكابتن فاروق جعفر والكابتن طبعا كابتن حسين لبيب معاهم ايه وكل الخطوات دي بتبقى بالاتفاق مع ميستر كارتيرون امان فالملف دوت فيه تركيز فيه قوي جدا ما فيه شك ان بن شرقي يعني من اولى الاولويات من اولى الاعتبار ان موسمه اللي جاي هو الاخير مع الزمالك فعايزين تنجزوا القصة بشكل مبكر عن اللي حصل في اسماء اخرى صابقا راضي عليك صحيح وهل حصلت جلسات قربت القصة حصل يمكن انا مكنش موجود في هذه الجلسات لكن حصلت بالفعل الجلسات دي وانا شخصي مطمئنة يعني ان شاء الله زي ما تم النجاح في التجديد للصفقات زيزو ده كابتن كبير جدا والوينش طبعا لعيب محترم والجزيدي برضو من اللعيب ان شاء الله يعني هيسبت نفسه بقوة في نادي الزمالك ان شاء الله برضو بنت شرقي هننجح ان شاء الله في التعاقد معي ساسي النهاردة نزل صورة لي وهو بيتمرن في تونس بتيشرت عليه لوجو الزمالك فيما اعتبروا البعض انه اشارة للزمالك انه انا لسه زمالكاوي وانا اه عقدي او في مشاكل دلوقتي عشان مستحقاتي السابقة لكني الزمالك في قلبي يعني وبالتالي مطي الله البعض اعتبر ده الصورة هتبقى معنا على الشاشة حيلا لكن هل اعتبرتم نفس ما اعتبروا الناس ولا القصة مقفولة ولا القصة لسه الباب فيها مفتوح وساسي ممكن نجده بيجدد للزمالك زي ما جدد زيزو وجدد الوينش واحتمال بحسب كلامك يجدد اشرف بن شارعي انا لسه هفاك شايف الصورة دلوقتي يعني مع حضرتك وانا والله عايز اسأله وانت عايز ايه يعني انت عايز تيجي ولا مش عايز تيجي انت عايز تكمل مع الزمالك ولا مش عايز انا بجد مش عارف لان احنا نسمع كلام هو جميل والمشاعر جميلة وانا بحترمه جدا والزنوركية كلهم بيحبوه جدا 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 لكن لازم بقى نشوف الحب ده يترجم لإيه يعني في الآخر احنا بنقول من أول يوم جاينا فيه احنا مستعدين نتفاوض ونجدد لكل واحد يحب أن ينتمي لنادي الزمالك من أول يوم حقيقة جاينا فيه وكلام ده بيتقال فانا احنا بقول ان سياسي قاعد مع نادي الزمالك ثلاث سنوات قاعد معنا احنا اربعة ايام من ثلاث سنوات دول يومين في اسكندرية مطش المصري يومين في السويس مطش الاسماعيلي ما قعدماش خالص فيس تو فيس على الإطلاق حصل مكالمات اللي فيه هنا يمكن ببني الكابتن حسين لبيب والكابتن ساسي وكان برضو فيه تعبير جيد جدا يعني ان شاء الله نعود وان شاء الله بعدينه فاجأ برسالة من المحامي بتاعه ان عقد انتهى انت عندك ما انتهاش عندك لطن نهاية الموسم والتحاد المصري كويت القدم اكد الكلام ده فانا هو سؤال يعني هنالنلبس تشيرتات يعني احنا عاوزين هتعمل ايه اكشنز عاوزين اكشنز طبعا يعني ما احترامنا طبعا لي وما حبنا لي لان راجل اضافة بالفعل لفنيني قدل الزمالك ولكن نازل الزمالك على مدار تاريخه يا سيد زهاني ما بيقفش على حد لكن اما علمت منه هو شخصيا وهو كان يعني داني الاذن ان انا اقول اللي هو الهولي انه هو اللي بينتظر الاكشن انه هو اللي عنده فلوس او ليه فلوس عند الزمالك شاف انه ما خدهاش طب اددوني الاكشن بانه على اقل افتحه معايا التفاوض عن فلوس القديمة سواء كلها او بنسبة منها عشان نبدأ نتكلم في التعاقد الجديد المحتمل فهو نفسه شايف انه الاكشن وفودي جي منكم مش منه بس احنا عملنا الاكشن ده وكانت ليه مستحقات ولم دخلنا النادي احنا بنشوف ورق قدام عينينا يعني فيه مستحقات لي وفيه بعض الخصومات عليه فالمبلغ ده اطرح من ده طلع رخم معايا تحط في حسابه واتقاله كمان اذا انت معترض حقك تتظلم ونشوف الوضع ايه انا لسه جاي اول امبالح ولقيت قدامي مشكلة خاصة بمستحقاتك محبتش اجلك لانه عارف قيمتك قيمتك كبيرة جدا عندنا كان رابع يوم محطوط في حسابك مستحقاتك في ظل الازمة اللي احنا جايين فيها وقلنا اذا انت عندك اي مشكلة تظلم ونقعد نسمع بعض وقلنا قعد قلنا الرقم اللي انت عاوز تتفاوض به ونتفاوض نيفشيشن شريف فيش مشكلة خالص هنقضى للترابيزة ونتفاوض مع بعض مفيش اي حاجة من الحاجات دي تمت طب هل ده يقابل بان المحامي يقول انا عادي انتهى مع الزمالك وخلاص يعني هل ده يقابل بدا لا يعني احنا كنا منتظرين غير كده كنا منتظرين حقيقي بعد فترة التوقف انا راجع اكمل مع الفريق وهاعد مع المجلس ونشوف والله لو ما استقرناش هطلع واعلن انا خلاص مش مستقر الفنان الزمالك كنا منتظرين كده حقيقي ده ما حصلش ترك نسبة وهي صغيرة لانه ممكن يكمل مع الزمالك فايه النسبة اللي عندكم اللي شايفين ان بيها ممكن ساسي يستمر كلاعب في الزمالك انا شخصيا اكلم عن احساسي انا يعني انا حاسنا مش هكمل يعني اللي انا بشوفه مفهوم لكن اللي انا عايزه ايه والله الراجل لو جد فعلا وعايز الكلام ده وكان عنده فعلا ظروف ييجي ونفتح معه صفحة جديدة ونتكلم احنا دائما مرحبين الصفحة هيكون جاية بعقوبات او غرامات على تأخيره مش كده الصفحة جديدة فيها ما لا يخالف الا واحد والقواني مفهوم فيها المساواة والعدل بين اللاعبين وبعضهم تمام نرجع بالذاتة يا كابتن هاني تطبيق اللوايح تطبيق اللوايح وعلى فكرة النقطة دي نقطة مهمة جدا في الآخر انت بتلعب كرة لعبة جماعية مش لعبة الوان من شو لعبة جماعية فانا ما انفعش هي طبق اللايحة على اكس ما طبقاش على واي ما انفعش نظبط طيب بالعودة للملفات هل في ملفات بعينها حضرتك مسؤول عنها بشكل شخصي جوى المجلس هو حاليا انا كنت مكلف بالملف الخاص بالعضويات تمام العضويات في نادي الزمالك وصلت لعوالي 90 ألف عضوية وده ملف مورد مالي يعني جيد جدا للنادي واحنا حاليا في الفترة الخاصة بتجديد العضويات بيبدأ من أول الثاني المالية اللي هي 1-7 وطبعا لما الملف ده يستقر هيكون فيه ملف آخر ان شاء الله هيكون مرتبط بالأعضاء بازات نفسهم والجزء الخاص بالاجتماعيات بالنصول الاجتماعي يعني العضويات يا أزهاني أنا عايز أقول ان النادي اتخذ بعض الإجراءات عشان نيسر على الأعضاء المطلوب منهم الفترة الحالية يمكن لو قدنا كده في نقاط سريعة ان هو التجديد بيبدأ حاليا فدي برضو دعوة زي ما شكرنا جمهور الزمالك من شوية بشكر دلوقتي بمهور أعضاء بالجمعين العامية اللي كل يوم بيزيدوا قدام الاشتراكات عشان يافيب التزاماتهم انه هو اتجاه النادي هما ده الكزام عليهم يجب أن يافي بيه الفترة دي الأعضاء النادي الزمالك التجديد طبعا بيكون ليه وقت معين بعدين تتحسب غرامات احنا مش عايزين أي حد يكون على غرامات خالص فعايزين ناس كلها بسرعة لحد بيمت من غرامات احنا عاملين الشهرين دول وبعد كده هيكون فيه غرامات بالإضافة إلى بعض الملفات اللي كانت متوقفة شوية النقطة بس تي احنا عايزين ناخد فيها مساحة شوية من الوقت لانه هي معلامات مهمة جدا بعض الملفات اللي كانت متوقفة شوية في العضويات زي الفستة والإضافة تعرف حراك لما يعني يكون فيه ابن وصل لسن 21 إلى 25 فاتفام العضوية مختلفة الفاصل R دي كانت متوقفة الفترة اللي فات أعتقد أخر ست شهور لتغير اللوايح لتغير الحاجات دي فإحنا تقدمنا بمقترح للجهة الإدارية وإحنا منتظرين دلوقتي موافقة الجهة الإدارية عليه اللي هتيجي في غضون أيام والناس يقدروا بعد كده برضو يفصلوا أو يضيفوا العضويات اللي هي بتتبعهم لقينا برضو في بعض العضويات الجديدة عليها أقصات مستحقة فبيجي تاريخ الاستحقاق يعني في الناس بتقدم طلبات أنها غير قادرة أنها حاليا تافي بكل المستحق إحنا برضو موقفناش يعني بالعين دي في الموضوع دي وقت اللي احنا قلنا نيسر ما فيش مشكلة إحنا عارفين ظروف الكورونا وكده برضو الناس مروا بظروف صعبة فقلنا نيسر طريقة دفع المستحق أو باقي المستحق من خلال التأسيط على أربع أقصات متساوية شهرية يعني مثلا أنا علي مثلا باقي أربعين ألف جنيه المفروض يتفعهم كلهم دلوقتي فلقيت فيه ظروف معينة عندي مش قادرة أتفعهم يتفع عشرة الشهر جاي عشرة الشهر جاي عشرة ولكن بالتزام برضو كاتبين أقرار اللي مش هيلتزم ومطبق عليه غرامة في عدد من الأعضاء كان اشتكى من فكرة نسبة الضرائب الجديدة اللي أقرت على التجميع ده سؤال مهم أنا حطه برضو عندي هنا إزاي تعملت معها؟ بس أنا أزاوي تلك أنا عايز الجزء دوت عايز تكمل النقطة دي أتكلم فيه بعد يزنك شوية خاصة بالقضيات يعني عملنا برضو لأن لقينا وده المهم جدا أنك تسمع للناس فتلاقي مشكلة فتحاول تحلها لقينا أن في بعض الأعضاء بيشتركوا هم مسافرين أو مش قادرين يجي يدفعوا في النادي فعملنا تدفع برضو عن بعض من خلال موبايل أبليكيشن اسمها زمالك ميمبرز لو دخلنا عليها دلوقتي في البلاي ستور هنلاقيها موجودة هتعرف القيمة المستحقة عليك إيه بالضبط تدفعها بالكريديت كارد لقينا بعض برضو الأقصات عالية شوية فمش قادرين برضو حتى بالتقصية اللي احنا قلنا عليه وقيمة الردوات الجديدة في ناس ممكن تكون مشتادر عليها فجبنا بنوك عشان يتعاملوا معاهم زي البنك الأهلي وبنك بركة دول اللي ممكن تتعاملوا معاهم بالتقصية سنة سنتين حسب بقى ما الناس ترتاح يعني عملنا فكرة مهمة جدا جدا في موضوع العضويات ألا وهي احنا لقينا وحنا ندرس ملف العضويات العضويات ذات الأرقام المتميزة أو المميزة يعني مثلا أربع اتنينات أربع ثلاثات هو بيفيد في إيه بس الموضوع ده يعني فكرة إنه هو بريستيج يعني هو آه يعني فيه ناس غوية زي النمر العربية زي النمر العربية بالضبط زي حاجات كذلك زي رقم الموبايل نمر الموبايل تمام بس افتكرت إنه حاجة تانية كعضويات أندية بتبقى فيها ميزة تانية لا وردو فيه ناس بيضا بتحب يكون معاي عضوية النادي بتاعي من زمان يعني مفهول تمام كده كده توقعت كده فكدت أكدت آه بنرجع للماضي من خير العضويات دي مثلا رقم عضوية مميز جدا 1911 آه ده تاريخ إنشاء النادي ممتاز ممكن ناسا تاريخ ميلادك يكون رقم مميز بالنسبة لك مثلا فإحنا عملنا طلعنا كل الأرقام دي وهي أرقام حوالي 880 رقم تقريبا وقررنا نعمل عليها مزايد الأرقام دي وبرضو منتظرين برضو موافقة الجهة الإدارية على هذا الموضوع النوعة طبعا لحركة تفضلت بيها اللي هي ضريبة القيمة المضاعفة اعتراض الأعضاء عليها هل نتكلم فيها دلوقتي ولا بما إننا بنتكلم في الأعضاء فنتكلم على دلوقتي قبل وانا ننتقل لملفات أخرى في الدقائق المتبقية دي نقطة مهمة جدا وأنا مشارك فيها كوني حالين في اللجنة اللي بدي نازمها لك وكوني عضوة مجلس النواب هنا فيه لازم نستبعرف المعلومة دي فيه قانون طلع سنة 2016 قانون ضريبة القيمة المضاعفة من ضمن البنود اللي في القانون دوت في حاجة اسمها السرعة والخدمات المعفاة من الضريبة دي البند رقم خمسين بيقول الاشتراكات الخاصة بكذا وبكذا وبكذا والأندية الرياضية ومراكز الشباب معفاة من الاشتراكات فالأندية قالت أنا كده معفاة من الاشتراكات ما عنديش ضريبة على الاشتراكات فبدأوا ما ياخدوش ضريبة على الاشتراكات ظهرت لنا المصلحة الضرائب ولجنة البحوث الضريبية أو هيئة البحوث الضريبية بتقول لا الضريبة دي عليكو على الأندية لأن احنا نقصد الاشتراك التجديد السنوي ولا نقصد الاشتراك لأول مرة قالت لأول مرة يبقى عليك ضريبة التجديد السنوي هو اللي مش عليه ضريبة حصل لغت شوية في الموضوع ده فالأندية بعتت للجنة الفتوى جات لجنة الفتوى بتقول لا برضو ضريبة موجودة عليكو كم دا كان سنة عشرين عشرين يبقى هنا عندنا ثلاث سنوات احنا علينا ضريبة لكن حصل لغبطة معينة فأكدونا سنة عشرين عشرين أن في ضريبة يجب أن تحصل بشكل مسبق بشكل مسبق هو احنا نقول بشكل مسبق لكن القانونيين يقولوا مش مسبق لأن القانونه 2016 امتى مسبق؟ لابا طبقه من 2015 طيب احنا بقى بنقول بقى بنطالب بقى كنائب بقى في البرلمان بقول طيب القانون نزل بهذه السيقة وده عمل حالة من اللغة والنادي الاشتراك فيه حقيقة مهمة جدا مش بس كمورد مالي للنادي لا ده بيحمي شباب من الانحراف بيحمي بيجمع أسرة جوه النائد يعني لها ابعاد اجتماعية مهمة جدا جدا فاحنا بقدر الإمكان وأنا واثق إن شاء الله في معالي وزير المالية أنه يبصوا الموضوع بشكل جيد يعني ممتاز وعملنا أستهاني طلب إحاطة أنا عارف في الـ Air Peace بيقولك لا خالص أما أريني نايس تسعة دقائق فأنا عايز استجلت تسعة دقائق الوقت فيه بركة إن شاء الله إن شاء الله فعملنا طلب إحاطة الأسبوع القابل القادم وهناستكمله الأسبوع القادم إن شاء الله فهذا الملف لكن الجملة الأخيرة أيوة يجب على كل أعضاء الجمعات المعامية اللي هم اشتركوا في النادي بعد 2016 الالتزام بهذه الضريبة ده حق الدولة وإذا احنا وصلنا الحاجة في هذا الأمر وحاليا برضي فيه قضايا مرفوعة وده حق أي مواطن نرفع نيقاضي من يرغب يعني أيوة إذا نجحت القضايا دي ونجحنا إحنا في طلباتنا العضو هيسترد المبلغ بتاعه ممتاز هالنهار ده تمانية سبعة اللي دخلنا فيه وبالتالي يوم الجمعة يوافق تسعة سبعة ده يوم اعتبروا الزمالكوية السنة اللي فاتت أنه يوم الاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي اللي بيرى الزمالكوية أنه استحقوه في عهد المجلس اللي اتكلمت عليه من شوية مجلس الدكتور كمال صحيح إيه موقفك من القصة دي هل الزمالك يستحق اللقب ده هل أنتو كلجنة حالية شايفين أنه الزمالك عنده حق لازم يحارب عليه ولا هي قصة مر عليها عشرين سنة والقرن الجديد قرى بيخلص فمهاترات على الفاضي يعني أنا أرى أن بالفعل نادي الزمالك هو نادي القرن وأرى أن في مصطلح أكثر الدقة أن نادي الزمالك هو النادي الأكثر تتويجا في هذا القرن فاللوايح ومش اللوايح أنا يمكن مش ملم بيها قوي طبعا يجب أن نعود لها ونشوفها ولكن في قلوب كل الزمالكوية نادي الزمالك ده بالفعل هو النادي الأكثر تتويجا في القرن الماضي فمش عايزين نقش على الماضي بقى كتير ولكن احنا اكثر تتويجا ولكن يجب علينا برضو ان ننظر للمستقبل عشان ان شاء الله برضو يعني نقدر نعمل حاجة في القرن الحالي لافتة نادي القرن الحقيقي اللي موجوده قدام النادي كان اعترض عليها الاهلي بل وقادة الزمالك بسببها هل وصل لكم اي احكام قضائية او اي قرارات او فكرتوا سواء في استمرارها او ازارتها لا على الاطلاق ما جلناش اي احكام بيها خالص او ما شفناش حاجة خاصة بالموضوع ده خالص واحنا حتى لو فكرنا نزيلها نقول برضو هو نادي الاكثر تتويجا يعني هتعدله اليفتر لا لا لو فكرنا يعني احنا طبعا ما فكرنا يعني حيحنا ما دخلنا نادي على سبيل برضو لا يعني مفيش مجال او تفكر في الامور في ملفات اعنف يعني او اكثر حيورية عندك حاجات يا ضرب نار مظبوط انا عارف طيب رئيس نادي الزمالك السابق الأستاذ مرتضاء منصور قال الاسبوع اللي فات وقال من شوية انه سيتوجه الى نادي الزمالك غدا وبعد غد ونطالب بفتح مكتبه باعتباره الرئيس الشرعي لنادي الزمالك وانه عايز يرجع ايه موقفكم من هذا الامر هو طبعا احنا بنراحب جدا بالمسيش المرتضاء منصور فعلا هو الرئيس المجلس السابق على طول لنادي الزمالك وله حقيقة اعمال كتير جدا جيدة جوانادي الزمالك واخص فعلا الناحية الانشائية ده حقيقي يعني ولكن هو احنا مشترف في العودة او اللا عودة احنا مشترف خالص في الموضوع ده ده قرار وزير الشباب والرياضة بسبب وجود بعض المخالفات الادارية والمالية هو النادي وانا اعتقد الامور دي كلها حاليا في النيابة فده اذا الامور دي تبت فيها فطبعا يقينا يحق لي انه يرجع مكانه الزمالية وبت فيها فده الموضوع مش بتاعنا خالص ولكن احنا جوه نادي الزمالك يا أصد هاني حقيقة بنرحب بكل رموز نادي الزمالك نادي الزمالك يا جماعة نادي اتبنى بناس كتير اوي 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 فاحنا بنرحب بكل رموز الادارية والرياضية جوه نادي الزمالك طبعا اهلا وسهلا طيب في سياق متصل من ضمن مهام اللجنة الحالية اجراء الانتخابات صحيح في شهر كام والله احنا اجراء الانتخابات من اول يوم دخلنا في اللجنة وقلنا ان احنا هنفتح يعني مش احنا نتعمل اذا مش قرارنا احنا يعني برضو قرار الدولة يعني يتفتح في سبتمبر والانتخابات تتعمل في نوفمبر تمام فاحنا ملتزمين ان شاء الله بالقرار دوت ونتمنح اي او زي نتمنح نعمل شيء يسر على المجلس القادم العمل في نفس الوقت تتورد الانباء من وقت للتاني انه مش هيقفين انتخابات وبالتالي في احتمالية لاستمراركم عندكم علم ده؟ لا حي ما جلناش علم هو طبعا يعني الكلام اللي بيتقال ما بقاش كلام يعني ضيقل يعني لكن لا اعتقد بصراح في حالة اجراء انتخابات سواء في نوفمبر او ما بعد ذلك من حق اللجنة الحالية نهاية تدخل الانتخابات بحسب معالمنا اه من حق الانتخابات هل تفكر في ده؟ في الوقت الحالي بالفعل لا افكر لا افكر لا تفكر لا افكر ليه لا تفكر تاني برضو انت دخلت القوضة دي لقيت نفسك عايز تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي ما بتفكرش حالة غير كده دلوقتي اه كنت حسين لبيب قال من يومين مع الزميلة ابراهيم عبدالجواد انه كل الملفات يا النهاردة ينبارح مفيش حاجة تقال لي ينبارح تخلص بكرة لا انا عادي روح عادي انت بتقعد مثلا في اجتماع عجلس قدارة فيجيلك حد دلوقتي يعني يعني طب نكمل الاجتماع لا لا دلوقتي لاني مش عارف بيحصل مشكلة ايه يعني يمكن داخل احد البرامج يعني وقبل ما ادخل عارف انه فيه خضايا معينة موجودة على نادي الزمالك ولما دخلت البرنامج جوه رجعت لي لسه حالا لا مش رجعت برنامج فقال لي ده مش عارف نادي اعتقد الدفاع المغربي اعتقد حميد احداد اه فيه برضه شيء كده معين في الفيفا يعني فاغظ انت انت بتواجه مشاكل بشكل يومي موجودة ويمكن مرة واحدة فيه حاجة بتضرب كده فبتعاوز تلاحقها يعني هو بص في الاخر انت فترة ادارة ازمة انت بتدير ازمة فهو انت بتدير ازمة وارد تجيلك مشكلة من هنا مشكلة من هنا يعني وبتحاول ترسي بعض القواعد اللي نستفيد منها بعد كده طيب فيما يخص فريق الكرة الدوري الزمالك متصدره بفرق 16 نقطة عن الاهلي اللي عنده مطشط اذا فاز فيها هيا بتصدر هو الدوري بفرق نقطتين شايف شكل الدوري السنادي ازاي شايف الزمالك اقرب ولا لسه الامور لم تحسم ولا موقف الفريق ايه لا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله الزمالك الاقرب والزمالك هو ان شاء الله بطل الدور هذا المسلم ان شاء الله هل عندكم اي مشاكل بس ليه ليه انا بقول كده هل كده وخلاص لا انا حاسس بالروح دي اه حقيقي حاسس بالروح دي وحاسس باللعيبة لما وخاصاتنا حقيقي اول مطش لعبناه بعد فترة التوقف انا بس مش فاكر كان اعتقد كان اه كان اسوان اعتقد مظبوط اسوان 3-0 الزمالك اه اه انا برضو يعني عجبتني الروح اللي موجودة في الملعب انا اؤمن جدا بالروح يعني الروح هي اللي بتحرك اي حاجة جيا فالروح دي والشغف اللي موجود في اللحظات الحالية على الحصول على الدوري اعتقد هو دا يكون الاستلاح بتاعنا في الحصول على الدوري ان شاء الله يعني اه طيب طبعا اول مطش ليكم في كلاجنة كان الزمالك والمصري كانت اجواء صعبة ودرامية ومطش رايح جاي صعبة جدا طبعا دخلتوا على مطش زي دا فاكيد قلتوا احنا جايين لواجع قلب جامد مش كده انا عايز اقولك المطش دا كان اول مطش فعلا نحضره وبعدين كنا قلقانين بقى وشك حلو وشك ورحش الكلام دوت فكنا قلقانين جدا حقيقي ودخلين الملعب لسه بنوع جي جون ايه دا ايه دا يعني وبعدين برضو حصل بقى شحن وشحضر الهمم فحصل السيناريو اللي حالاك شفته لغاية الدقيقة مش فاكر الكلمة ويجي الجون في الاخر بتاعزيزه في البنالتي اللي كنا خلاص واقفين يعني حتى تشوفنا في الستات ساعتها فعلا في حالة يعني يرسلها ايه ودي برضو بصراحة بتديني شوية انديكيتورز كده او اشارات ربنا هيكرمكم ايه بص يا كابتن هاني اللي حصل في مسيرة لغاية هذه اللحظة وربنا ان شارك على كلامنا كان خفيف عليهم يعني فريق الكورة ويكمل بهذا المستوى ان شاء الله اللي حصل حيه في الباسكتبول كمان يجب ان اتوقف عنده الباسكتبول دا فريق بطل يحصل على بطولة افريقيا الجديدة من النوحة دي في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها وما يلتفتش للظروف دي خالص ويركز في البطولة ويحصل على البطولة يجي هنا بعد رحلة عناء في المطار السفر من رواندا للقاهرة ثم مشاركة في الداول اعتقد خد اربعة ايام تقريبا السفر جي هنا في البطولة وبرضو حصل دراما تانية فكرتني عن فكرة من مطش المصري وخاصة في اليوم الاخير كمان مطش الاتحاد السكندري انت عارف المطشات اه طبعا من الاتحاد كسب اول مطش احنا كسبنا تاني مطش كسبنا تالت مطش قلنا خلاص بقى ماشي معانا يعني الاتحاد كسب ربع مطش ربع مطش هو اللي كسب الاتحاد قلنا الدنيا كده ربنا يا استر خمس مطش لغاية اللي طيما انتهى احنا عملنا وقت اضافي دراما دراما فانا حي بحي جدا جهز الباسكتبول والمدير الفني وطبعا اللعيبة المحترمين المحترفين محترف كل اللعيبة يعني وعلى المجود اللي عملوا الطايرة نكسب برضو الكاس فيها يعني قضي الكروكيه برضو على فكرة حالنا فيه فطولات عديدة جدا فترة السابقة ديت ففيه فطولات كتيرة جدا الحمد لله جو نادي الزمالك وبرضو لا ننسب الفضل كله اللي حقلينا الفضل للناس اللي قاموا على تأساس الفرق ديت سؤال اخير وصفت جمهور الزمالك في بداية الحوار بانه حمال اسية ليه بتصفوا بانه حمال اسية؟ للفترات الطويلة اللي مرينا بيها في نادي الزمالك من عدم الاستقرار لفترات بيحصل فيها شيء برضو حاجات نقول عليها يعني عندنا الاعتراض لها بقى احنا غيرت احنا صح مش عارفين ولكن فيها حاجات شايفين لا احنا مفروض بقى الشكلة غير كده المستوى الزمالك اعلى مكاب كتير تسويقيا كده فإنان الزمالك عمره جمهوره مسابه فده جمهور في احذق الظروف بيقولك بحبك يا زمالك فجمهور طبعا عظيم يعني دكتور حسام المندوه عضو اللجنة المديرة النادي الزمالك والنائب البرلماني نورتني وتشرفت جدا باللقاء مع حضرتك وربنا عنكم أكيد شكرا جزينا سيهاني عن الحلقة الجميلة دي وباشكر حضرتك باشكر الجنود الكتيرة الموجودة وراء الكاميرا وباشكر حقيقي أعضاء نانز مالك ونانز مالك واللجنة المحترمة اللي بتدير نانز مالك في اللحظة الحلقة شكرا لك نورتني شكرا لكم نورتونا النهاردة وكل يوم هذا الأسبوع اللي انتهى من برنامج المطشة حتى نلتقي بإذن الله يوم السبت المقبل فاتحات كل فريل عمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء